لطالما دأبت الأنظمة القمعية على استخدام أبشع الوسائل لتحقيق ما تعتبره غايات لأجل المصحة العام واليوم يستخدم النظام الإيراني سلاح التحرش والاغتصاب ضد منتقذيه والرافضين لسطوته تحت عنوان الحفاظ على الأخلاق والقيم صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا بعنوان النظام الإيراني يتحرش بالسجينات لفرض العفع وهي ازدواجية فاضحة لما يبديه من معايير حيث أكدت أن الأجهزة الأمنية تعتقل نساء بذريعة انتهاكهن للأخلاق ليتم اغتصابهن في سجون نظام ولاية الفقه لا يقف الأمر عند هذا الحد فحتى الطفولة في إيران ليست بمأمن من التحرش والاغتصاب فقد كشف تقرير الصحيفة اغتصاب الطفلة لا يتجاوز عمرها 14 عاما عقب اعتقالها من داخل مدرستها في طهران لتفارق الحياة بعد ذلك الصحيفة أشارت أيضا إلى قيام النظام بتصوير النساء أثناء اغتصابهن لابتزازهن وترهيبهن ومنعهن من الإفساح عما تعرضن له من جرائم كما تروي قصة اختفاء امرأة بشكل مفاجئ لمجرد نيتها الإعلان عن مقتل ابنتها على يد سلطات طهران عاقب اغتصابها ممارسة النظام تدل على تخبطه وتمسكه بنهجه القمعي الذي يستمد منه قوته وسر بقائه عبر تأسيس جمهورية خوف تمكنه من إجهاض أي محاولة شعبية للتظاهر ضده فضلا عن إطفاء هالة من القدسية على نفسه تبيح له إنهاء وتجريم من يتمرد ويعلن العصيان إلا أن حراك هذا العام يختلف عن سابقية بعدما كسرت عقدة الخوف وبات الهدف من الاحتجاجات الإطاحة بنظام عاجز وفاسد بحسب صحيفة نيويورك تايمز ترجمة نانسي قنقر